تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالها بالعام الميلادي الجديد واحتفالات الكريسمس حيث تقدم فرقة مليء القاهرة رائعة المؤلف الروسي تشاكوفاسكي كسارة البندق والمزيد نتابعه على الهواء مباشرة مع مراسلنا المتواجد في دار الأوبرا المصرية أحمد الحسيني أحمد صف لنا الأجواء لديك مع احتفالات دار الأوبرا بالعام الميلادي الجديد نعم إبنوا كل عام وأنتم بخير أجواء احتفالية هنا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة العام الجديد وأعياد الكريسمس اليوم عرض كسارة البندق هذا العرض الذي عرض لأول مرة لأوبرا القاهرة هنا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عام 1993 وعرض لأول مرة في روسيا عام 1892 هذا العرض الذي يشهد إقبالا كبيرا جدا من قبل الجمهور نتحدث أن التذاكر نفدت بالكامل قبل اليام من بدء هذا العرض يوم أمس الثلاثاء حيث يتم عرض هذه العروض الأوبرا الكلاسيكية على مدار خمسة أيام متتالية من يوم أمس الثلاثاء وحتى الأسبوع القادم إذن الله يوم السفت يتحدث عن زخب وإعجاب كبير جدا من الجمهور الذي شهد هذه العروض الأوبرا لية نحن كنا منذ قليل في فترة الراحة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني من هذا العرض واستقمل الجزء الثاني وسط إعجاب كبير من جمهور دار الأوبرا المصرية مرة أخرى كل عام وأنتم بخير تختلف احتفالات المواطنين أحمد بالعام الميلادي الجديد وفقا للفئات العمرية عادة الحفلات التقافية في دار الأوبرا من وقع تواجدك تجدب أي فئة عمرية تحديدة؟ بالفعل إيمان إذا تحدثنا تحديدا عن هذا العرض قسرت البندق نحن نتحدث عن أعمار سنية مختلفة يسمح بدخول هذا العرض بدءا من سن سبع سنوات لأن قسرت البندق تتحدث عن فتاة تحلم بمجموعة من الأحلام في ليلة عيد الميلاد ويتم تحقيق هذه الأحلام على خشبة المصرح وبالتالي نتحدث عن أعمار سنية مختلفة بدءا من سبع سنوات فيما أعلى وأيضا هناك بالطبع أعمار متوسطة وأعمار كبيرة من عشاق هذا الفن هذا فضلا عن الأجواء الاحتفالية التي نظمتها دار الأوبرا خارج المصرح الكبير وأيضا الكثير من المواطنين والجمهور الذين يأتون للتقاط هذه الصور التذكرية مع هذه الاحتفالات والجمال الذي نرى في الخلف هنا في دار الأوبرا المصرية شكرا جزيلا من دار الأوبرا المصرية أحمد الحسيني شكرا جزيلا من دار الأوبرا المصرية